بسم الله الرحمن الرحيم احب اشكر الاستاذة اللي من برج العزراء اللي قالتلي على الموضوع ده بتاع النموسم زحل الحوت من سبع مارس تلاتة وعشر الى البعتاشر فبراير ستة وعشرين اه صباح الخير هل بدي اسأل زحل الحوت بالفترة دي بيطلع اصحار ويفك السحر ويعني لو في سحر معقود مع زحل الحوت يمفك نعم نعم يا فترة اه انكشاف الجماعة بتقطكوا الوعي وانهم علم هلاسين زراطين كدبين مش كلهم يعني بس ان فيه زراط كتير في عالم الطاقة والوعي وهي فترة انه فترة انه ايه فترة انه اه يعني يظهر فيها الجماعة الصوفية الانجاز دول برضو انه هم زراطين وفيه فترة برضو انه يظهر انه اه ايه كمان انه يظهر ايه انا قلت ايه موتش حاجة وفترة في العلاج الروحان وهكذا يعني كل ما له علاقة بالخوارك والعوالم الاخرى الناس كل الشعب وكل الناس وكل البشر وكل الكوكب هيبتدى يفك اصحاره في هذه الفترة يعني الشعب كله دوقتي عاد بيفكوا السحر مش الشعب اه المصري ولا الشعب العراقي ولا الشعب السوري بشكل عام سكان الكرة الارضية كلهم اه بيتعالجوا روحانيا مع الفترة بتاع الزوحالي الحود روحانيا ونفسيا وبتنجانيا وكل حاجة فاللي عايز يسمع في ايات الحرقة اهي موجودة في قناة التليجرام واسمعها لمدة اسبوع ولمدة شهر والاعراض معروفة وامورك طيبة اتوكل على الله استمر فيها وديني سهل وبسيطة وشكرا موسيقى موسيقى